أكيد كل المتابع إلى أن في حالة من الاهتمام الكبير من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأشخاص ذوي الهمم قادرون باختلاف اهتمام بيترجم لمبادرات قوانين بيترجم لاستراتيجية متكملة فيها دمج فيها مشاركة وتمكين وفيها تحفيز كمان وتشجيع لأصحاب التقاط العظيمة من ذوي الهمم علشان يكونوا مبدعين ويكونوا قادرين على العطاء في المجتمع دون أي قيود علشان كده اللجنة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي أهدت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جائزتها الدولية وده يعني بيعتبر من أرفع الجوائز اللي بيتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأياد البيضاء على رعاية ذوي الهمم تقديرا لما يبدلوا من دعم أو لما يبدلوا كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من دعم للأشخاص ذوي الهمم بشكل عام يا جمانين صحيح يا أحمد وعشان يعني سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي يحصل على هذه الجائزة الحقيقة تا كان قدامه شغل لسنين طويلة جدا اهتمام سيدة الرئيس الحياة بقدرون باختلاف بدأ من سنين طويلة خليني أرجع مع حضراتكو كده لألفين وستاشر ونفتكر بإطلاق سيدة الرئيس لمبادرة اسمها دمج تمكين مشارك المبادرة دي ساعدت بشكل كبير جدا في توفير الخدمات التعليمية والصحية وفرص العمل الذوي الهمم عشان كده في السنة اللي بعدها على طول 2017 تم اختيار مصر ضمن العشر دول الأكثر ابتكارا في توظيف ذوي الهمم طيب 2018 سيدة الرئيس أصدر قرار جمهوري بتخصيص هذا العام لذوي الهمم مش بس كده بتم كمان إصدار قانون حقوق الأشخاص دول الهمم والحياء هذا القانون منحهم حقوق ومكتسبات غير مسبوقة ده غير كمان مخصصات الدعم النقدي اللي وصلت لأكتر من خمسة مليار جنيه سنويا يمكن كل اللي انت بيقوليه عليه ده يا جمانة بيأكد وبيثبت حاجة واحدة بس بيأكد ان الدولة عندها رؤية عندها استراتيجية الاستراتيجية دي بتسعى من خلالها ان هي تستفيد من الكنوز اللي عندها علشان خاطر يقدروا يبدعوا يقدروا اللي هم يعني يتقلقوا في كل المجالات علشان كده بقى عندنا نماذج لأبطال حقيقيين في الرياضة وموهوبين فنيا وعقول مبدعة من ذوي الهمم في الحالة النماذج دي اتعرفنا عليها اكتر في احتفالية قادرون باختلاف اللي بتنظمها الدولة المصرية في عدد يعني في كل سنة وقدرنا اللي احنا نشوف قدية النماذج دي هي نماذج لأشخاص ملهمة يعني كانت كلها احتفالية مليئة بالطاقة مليئة بالامل يمكن كان في حالة من حالات الانبساط والسعادة اللي خرج من القلب عند الاطفال اللي كانوا موجودين في احتفالية قادرون باختلاف وقدرنا اللي احنا نسمع منهم قصص ملهمة في كل المجالات بتأكد ان الاشخاص دي بمجرد ما احنا بنمكنهم يقدروا اللي هم يفيدوا المجتمع ويقدروا اللي هم يعني يكونوا منتجين وعطائين للمجتمع بشكل هم باختلاف صحيح طبعا يا احمد الحقيقة كانت من الحاجات اللي ممكن بتضيقنا الى حد كبير فكرة انه كان ممكن حتى لو فيه صورة من صور الدعم لذوي الهمم كممكن بيبقى احتفالية من السنة للسنة ممكن نقول شوية محفزات بس بجد ما كانتش يعني بيبقى فيه بتعامل مع هذه الموارد البشرية دي موارد عظيمة وكان فيه جانب مهم جدا وهو جانب المعنوي الاهتمام كمان بهم معنويا يعني محدش يقدر ينسى اللي حصل وقت هذه الاحتفالية انت اتكلمت عليها احمد يعني بسنت لما قالت يا رئيس نفسي اركب طيارة تاني يوم على طول الحقيقة كان بيتحقق حلمها طيب البطل الرياضي اللي كان عايز يلعب في النادي الاهلي واستقبله ساعتها كابتن محمود الخطيب طيب البنوتة اللي كان نفسها تمسر وظهرت بعد كده في مصرحية مع الفنان أشرف عبدالباي الحقيقة يمكن امثلة كتير جدا مهند لما طالب سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدريب مادة احترام الآخر من العام الدراسي اللي بعدها فكان رد الرئيس ان اعملها فورا احساس جميل جدا بجبر الخواطر حالة خاصة في منتهى الرقي والعظمة والانسانية بنشوفها دايما الحقيقة في تعامل سيدة الرئيس مع ذوي الهمم ويمكن هو ده اللي نعكس زي ما كنا بنتكلم يا عبدالصامد وحصول سيدة الرئيس على هذه الجائزة رفيعة المستوى ممكن سنين من الشغل زي ما كنا بنتكلم استغلال للموارد البشرية اللي عندنا دول طقات الحقيقة كانت مهضرة كان لازم ان احنا نهتم بيهم وبالفعل يعني لقينا كمان مردود لده كلنا تبعنا ان كان رياضيا او فنيا زي ما انت قلت يا عبدالصامد لأي حال بنصبح على حضراتكم جميعا صباح الخير واستعاد عليكم صباح الخير يا مصر